في نحيب أكثر تفاصيل على أهم الأخبار في المنطقة قبل هذية الأخبار الثقافية في لوماج كولتور مع زينب اللاباستي هذي لوماج إكسبرس نبدأ وواليد بتتويج تونسي في الدورة الرابعة من مهرجين أيام كربلاء الدولي للمسرح في العراق مسرحية التنور من تونس نصو إخراج الفنان خليل رحيمي تم تتويجها بجائزة أفضل إخراج وأفضل عمل متكامل في اختتام فعالية الدورة الرابعة لمهرجين أيام كربلاء الدولي للمسرح بالعراق اللي أقيمت من عشرين إلى غاية ثلاثين أكتوبر اللاجيري تحت شعار صرخة غزة تسلم جائزة أفضل عمل متكامل وأفضل إخراج في حفل الاختتام البارح نيابة عن فريق العمل المخرج المسرحي الأستاذ معزة حمزة ضمن المهرجين ذاته تحصلت الفنانة صافية ترابلسي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية شارع الحرب وهو عمل من إخراج الفنانة نزهى حسني والجائزة لجنة التحكيم اللي يترأسها الدكتور محمد سيف فقالت إلى مسرحية ميرامية لياميرنا سخلى من فلسطين في منال جائزة أفضل ممثل الفنان اللبناني قاسم اسطنبولي عن دوره في مسرحية قوم بابا وتم منح جائزة أفضل سينغرافيا في الدورة هذية لإياد الريموني من الأردن عن مسرحية مقامرة بيلفور أما جائزة أفضل نص مسرحي في زباها سوري وليد العاقل عن مسرحية رسائل الفجر تجارب مسرحية أنا أحكي بالأساس على التجارب المسرحية في تونس وفيانه اللي يمكن ما نتناولوش ديما في وسائل الإعلام كل هذه التجارب على أهميتها ولكن في كل الحالات عنا حياة ثقافية في علاقة بالمسرح اللي هي حية ومتحركة يعني فما ثراء في هذه الحارقة هو والله الحياة الثقافية في تونس تنحي الجانب الرسمي متاعها متحركة على مستوى الأشخاص عندنا فنانين ريعين يخدموا برشا عندهم رؤية فنية واضحة المسرح التونسي يقوم بالأساس لو مش على اللي تقوم به وزار الثقافة يقوم بالأساس على اندفاع والتزام المسرحيين وتاريخيا المسرح التونسي فك بلاسة داخل المسرح الإفريقي والعربي ويعرفوا بالأساس بالمسرح التجريبي وماهوش مفاجأة أنه في المهرجانات الدولية يتم تكريم مسرحيين توانسة كذلك بالنسبة للسينما بالرغم من ضعف الإحاطة من ناحية الرسمية من الجانب الرسمي فهناك سينمائيين توانسة وممثلين يعملوا في شيء خرق العادة بإمكانيات ضعيفة ساعة ساعة بلايش ممكن يعمل بكل ونلقاههم موجودين في تظاهرات سينمائية راقية على المستوى الإقليمي والدولي نقول كلامة داية معناها وفات واحدة تأسف لأنه لو أنه عندنا وزار الثقافة تخدم أكثر مع المثقفين وتسمحهم وتتعاون معهم وتكون مسهل في علاقة بيهم أيوة مش معرقة للأمشطة وإجراءات ووراق أيوة الأمورنا تنجم تتطور بشكل كبير على المنوان وكذلك حتى القوانين في علاقة بالإنتاج الفني بينشور كل شيء كل شيء يلزم يلزم تخفيفها ومراجعها في اتجاه الفنان اللي هو يزمن يكون في قلب وبلاد كيمة تونس الشيء المستعجل الشيء المستعجل أنه بلاد كيمة تونس بالمسرح اللي عندها بالسينما اللي عندها ما عادش مسموح اليوم بش نلقاه هذا العدد الضائيل وضائيل جدا من المسارح في البلاد ومن دور السينما من المفروض أنه كما نعمل روضة في كل معتمدية على الأقل نعمل مسرح ودار السينما في كل معتمدية ما عادش معقول أنه اليوم التونسي يسكن في بنجردين يلزم يهبط لتونس العاصمة أو على الأقل السفيقس ولا السوسة بش يتفرج في مسرحية ولا يتفرج في فيل واغلب الفضائيات اليوم اللي فيها مسارح هي فضائيات خاصة ويتم يعني تنشيطها و الإحياء الحفلات والأحداث الثقافية فيها من طرف خواص به ملاهات نشجع الخواص على الاستثمار نشجعهم ما نعمل المعارقة في الجهات في تونس الكبرى هذا موضوع حتى في تونس الكبرى فهما برشا ما صعب أنا نتفكر مثلا نتفكر أنه معناها سيسمون اللي في البشت سيسمون تياترو تياترو كاذا أن يندثر كاذا أن يندثر بسبب أنه الدولة من خلطه راس راس مع مع جماعة مع المستثمرين أصحاب القاع صحيح فهمت صحيح لا على خطر زادة عندك ديكوفيكس عندك معناها كروات وضو وماء وعمال يزمك تخلصهم وبالمقابل يلزمك نشاط ثقافي وفني اللي يخليك تنجم يكون عندك هنغتوخ في الأخير هي صحيح العملية فنية ثقافية بالأساس ولكن زادة هي محرور يلزم تكون ربحية يلزم تكون ربحية بالأساس هي اقتصادية وربحية ما نشح بشنا بعده برشا بما أنا بشنا نبقاه في المسرح المسرح الوطني اللي يكشف على جملة من المشاريع الجديدة في برنامج والموسم الجديد المدير العام للمسرح الوطني التونسي معزم رابط يكشف عن المشاريع الجديدة وعن البرنامج السنوي للمسرح الوطني التونسي من أبرز المشاريع الفنية للعام هذا يتحدث المدير العام عن إعادة إحياء مدرسة السيرك اللي أسست على يد المسرحي محمد إدريس ووقعت تخلي عليها منذ حوالي عشر سنوات كما ذكر أنه مؤسسة المسرح الوطني بصدد استكمال إجراءات حيازة فضائين جديدين وما قصر صاحب الطابع وكنيسة باب الخضر لاستغلالهم في تنظيم إقامات فنية وهذا يما سيوفر مساحة وإمكانية أكبر في تطوير نشاط المؤسسة من خلال تنظيم إقامات فنية ورشات تكوينية يقول أيضا أن إدارة المسرح الوطني تعمل على إحداث مدرسة وطنية متخصصة في الفنون والتقنية اللاركحية وهذا بهدف تطوير التكوين الفني المسرحي وكشف أيضا عن مشروع إنشاء رواق فني بقاعة الفن الرابع ستكون بمثابة متحف دائم يحتضن معارض مرتبطة بالمسرح أيضا المسرح الوطني تونسي يعمل على بناء شركات جديدة مع مؤسسات دولية نذكر منها المسرح الوطني الكرواتي إلى جانب إنتاج عمل مشترك مع فرقة مسرحية إيطالية سيعرض خلال أيام قرطاج المسرحية من بيد المشاريع الأخرى اللي تم الأعلان عليها هي مشروع رقمنة الأرشيف الخاص بالمسرح الوطني بهدف تمكين البحثين والمهتمين من الوصول إلى تجربة المسرح التونسي على مدار الأربعين عاما الماضية إذا دونك في علاقة بالمسرح الوطني وقبلك كنا نحكي على الفضاءات من الفضاءات اللي لليوم ما زلتك تمشي للقاعة الفن الرابع تلقى ديما عروض مسرحية قيمة جدا تنجم معناها تلقى فيها كل مقاومات العرض المسرحي الجدي والممتاز أي من الفضاءات القليلة في البلاد هذا للأسف في اللي ذكرته توازينب أهم شي الفت انتباهي هو رقمنة أرشيف المسرح الوطني لأنه لأنه رابع في بلدان أخرى الكوستوم الدكور عندهم قدوسية عندهم قدوسية ويبقاوا ويخذ بوبيهم وتلقاهم الدكور عندهم سبعين ثبانين سنة مئة سنة دي كوستوم في متاحف يوصلوا ويتحطوا في متاحف بعد مدة احنا احنا ما عندناش هذا ديجا الحس دي متاع المحافظة فم الارشيفاج سعة خيب ومنا ومنا احترمش الذكرى متاعنا ومنا دونك مشروع رقمنة ارشيف المسرح الوطني حاجة خالق العادة المسرح الوطني اللي هو مؤسة من الاكبر مؤسة متاعنا صحيح هو والفرقة المسرحية المدينة تونس وفرقة الكيف وفرقة كفسة هذو من في نور الحقيقية هذو العرص متاع المسرح اللي تبني عليهم المسرح التونسي معناها دونك دونك واحد يفرح كي يشوف دي بروغرام كي الباقي انو فضاءات تتضاف للوحد سيتو ميو اما كي ما قلت لك ما نخليوهاش في تونس كهو يريد انو المسرح الوطني عندو عندو فرع في في تجروي وعندو فرع في في قفسة وان كانت قفسة مسرحيا زادة ناشطب مركز مركز وحدها مفهمة بلايس خريب اللي اضعاف وما دام حكينا على المسرح الوطني على امتداد اربعين سنة كان منارة بالنسبة لفن المسرح في تونس هو فرصة باش نتذكروا المديرين متى المسرح الوطنية بداية من المنصف السويسي مرحوم المنصف السويسي والفضل الجعيبي للان هو اللي يدير هذا من سنوات العمومية منذ سنة منذ بعد الثورة اي اي بعد محمد ادريس اللي هو كذلك مشكور لمدة سنوات عمل حاجات خارق العالم هو 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 المسرح الوطني رو مدين لإداراته المتعاقبة الفنان السويسي منصف السويسي الله يرحمه كان من العظمان المسرح التونسي واعطاه فعلا المسرح التونسي والعربي ما ننساوش انه هو متى يأسس المسرح في الكويت هذي من عرفيش اي اي انا من عرفتي الشخصية اي انا من عرفيش على المنصف السويسي المرحوم المنصف السويس اهي اه ثم محمد دريس محمد دريس من الفنانين المسرحيين الرايعين اللي هو خريج مدرسة الفنون الركحية بالكيف ابسوليما ابسوليما ثم فضل جعايدي كي جعايبي جعايبي هو وجالينا بكار سندي زيكون سيئ ورب يفضرها ملتوأ معناها شكرا لك سوفيان انخفاض قياسي الاستهلاك الطاقة في المانيا هذا الاخبار اللي بش نحكي عليه في لوماجيكو اشتركوا في القناة